في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أسهل طريقة لسحب ألعابك من برنامج AP Games Launcher يعادة تثبيتها بعد الفورمات أو نقلها لجهاز ثاني سلام عليكم شباب في حياتكم إن شاء الله نكونوا بألف خير معكم أخوكم وحمد رجعتكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع لمجبعة الخير سيكون عن برنامج AP Games Launcher سنشرح طريقة سحب ألعابك من على هذا المجزر أو من على البرنامج ونقلها مثلا لجهاز ثاني أو على سبيل المثال يجب أن تفرمت جهازك ويجب أن تسحب هذه اللعبة وتعاود تثبيتها بعدين عشان لا نروح نحملها من جديد وباقة إنترنت وتحميلها بياخد وقت طويل سنسحب اللعبة ونحفظها في قرص دي أو في قرص ثاني حتى لو فرمتت الجهاز تقدر تثبيت المتجر AP Games مرة ثانية بعدها تثبيت اللعبة بدون أي مشاكل سبق وشارحنا الطريقة للسيم تقريبا قبل أسبوعين كثير منكم طلب مني الطريقة كمان لأي بي جيمز أنشر فقبل أن نجمع تلك الخير زي ما يشاهدونكم على هذه الصورة أغلب من يثبت لي شاهدونا القناة مش مشاركين فالله يسعد لي يا كمارب اشتركوا في قناة فعلا زر الجرس خلوا إشعارت عن الكل واللايك للفيديو هذا عشان ينتشر يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس أوكي يخوان أولا عندنا متجر أو برنامج AP Games هو هذا منيجي على سبيل المثال المكتبة المكتبة أو الليبراري المكتبة على سبيل المثال عندي هون لعبة Among Us Among Us رح نيجي هون عندي الثلاث نقط هاي يخوان ونيجي هون عندي هذا الخيار Manage هون عندي Installation هاد الخيار Installation هون بضغط هون يخوان على هاي الايقونة عشان نفتح مصار تتبيت اللعبة منيجي بعدها نضغط هون على Epic Games منلاقي اللعبة بتيجي بهذا الشكل اللي رح سويه سهل جدا بتيجي تعمل Copy لهذا الملف Copy للملف هذا بعدها يخوان بنيجي على سبيل المثال لسطح المكتب نلسق ملف اللعبة انا Among Us اخترتها عشان حجمها صغير فما رح تاخد وقت طويل عشان الشرح انت في فورتنايت اي لعبة على Epic Games نفس الطريقة ونفس المبدأ مناخد مثلا Among Us نقدر هسا على سبيل المثال نروح للقرس D او Flash USB وناخد الملف هذا ملف اللعبة جوه D او USB روح فارمت روح بيها الجهاز تاني نفس الطريقة هسا اخوان انا بدي اشيل اللعبة على سبيل المثال ان Install هون ننستل ورح نحذف لعبة Among Us خلص اللعبة هسا حذفناها وما عادت موجودة ولكن هي موجودة عندي هون في سطح المكتب وهذه هي ملفاتها فاللي رح تسويه سهل جدا بنيجي عند الفولدر هذا Among Us بنضيف مثلا سفرين سفرين قدام الاسم عشان نميز الفولدر هذا يخوان بعدها بنيجي على سبيل المثال عند Among Us وبنضغط هون على Install Install اكيد هون عندي مسار تثبيت اللعبة المسار اللي رح تتبت عليها اللعبة تقدر تخلي المسار زي ما هو او بتختار مسار تاني مثلا انا المسار هو هذا فبضغط هون على Install هون بيبدأ Install فخلص رح اوقف هون يخوان ورح نيجي نضغط على الثلاث نقط هاي وبنقوله Cancel خلص رح ننزل يخوان ورح نروح ندور على مسار والمكان اللي تبتنا فيه اللعبة مثلا انا هون Program Files يعني خليها Default يعني على الافتراضي Epic Games هون غالبا بتكون على Program Files Epic Games هذه هي وهذا هو فولدر اللعبة يخوان عشان هو اصلا بدأ في تحميل اللعبة و احنا وقفناها عشان هيك انشألنا الفولدر هون يخوان فانتو شو بتسوي رح تيجي هون وتدخل هون لجوه وتدخل جوه فولدر اللي نسخناه يخوان رح نيجي ناخد هاي الملفات ونسحبها جوه الفولدر الخاص باللعبة خلص نطلع مرة ثانية ونرجع لفولدر او لبرنامج هسه رح نضغط على Install نيجي مثلا براوز يخوان بنلاقي فولدر اللعبة اكيد رح تلاقي ملفات اللعبة فانت بتخليها زي ما هي بنقوله Install رح يعمل Verifying هون للملفات بخطوات بسيطة جدا وخلص تقدر هسه تشغل اللعبة بدون اي مشاكل الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا حتى اذا بدك تنقلها لجهاز ثاني فنفس الطريقة يخوان في عنا فولدر كمان يخوان نفس الطريقة منيجي هون لفولدر اللعبة وننسخ ملفات اللعبة كلها يخوان ننسخها Copy بعدها بنروح ونفتح فولدر جديد هون تقدر تسمي مثلا فولدر اي اشي اي اشي ما فيه ما بيفرق ندخل ونلسق الملفات اوكي خلص نقل الملفات نرجع لأي بي جيمز Uninstall مرة ثانية نمسح ونحذف اللعبة بعدها install مرة ثانية نقوله install تواني اخوان هسه قاعد بيتبت اللعبة زي ما شفون واحد في المية اثنين في المية بنستنى رح نوقف اخوان بهذا الشكل ثلاث نقط cancel installation خلص اعملنا cancel وايقاف نروح مرتان اخوان لمكان تتبيت الالعاب epic games هون هذا folder for all guys ناخد الاسم هذا copy الاسم ونرجع للفولدر الخاص بين اللي نسخنا فيه ملفات اللعبة ونسميه بنفس فولدر ونفس اسم اللعبة تقدر هسه تيجي هون وتحدف هذا حتى لو حدفت هذا ما فيه مشكله نرجع هذا لهون يجوه فولدر اللعبة خلص نقدر هسه نروح fall guys مرة ثانية ونقول له install verifying ما بيعمل install او download بيعمل بس verify وفحص وخلص تقدر هسه lunch وتشغل اللعبة بدون اي مشاكل فخلص اخوانك هذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم اتمنى كنا لاجهكم المقطع يتحرمونا من شركاتكم في قناة تفعيل زر الزرس وخارج الاشارة على الكل اللايك لهذا الفيديو عشان ينتشر ويوصل الاكبر عدد ممكن من الناس مضانش غير اودعكم على ما ان شاء الله شوفهم في مقطع فيديو مستوريس انتوري قادم سلام عليكم وحمد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة